اوكي هنحكي عن في عنا اربع كاركترستيكس لازم يكونوا موجودين بالتايتريشن شو يعني؟ يعني مش كل الرياكشن طبعوه للريدوكس بيثبطوا على التايتريشن لازم يكون في عندي رياكشن معينين يعني مش كل الرياكشن انا يعني هيدا اللي بيقولون انه انتو اي تايترينت رح تستعملو انا عندي انا لايت بدي اعمله نايترينت ونشوف الكونسنترزين لقلو. طاب شو الطايترينت ياللي بدي استعملو? انا عندي كتير اي ريدوكس كوبل بدي استعمل لازم اضمن انه اللي حتى طلاقه معي اللي هي اسمها هي بين يعني عم تعملوا انتو هي هي هيدا اللي بد دي تكون عندي بص يكون عنده كاركترستيك معينين بس يكونوا هول الكاركترستيك الاربع متوفرين فيها بقول اوكي هيدا القبل زابط فأنا الكاركترستيك للتايتريشن بتخولني أني أنا أقدر إختار مين هو التايترينت يلي بدي أستعمله لحتى عمل فيه تايتريشن مع الأنالايت هنجي أول شي عنا أربعة كاركترستيكس اللي هنه أنه الرياكشن لازم تكون يونيك، سبونتانيويس، رابد أنت كومبليت هولي الأربعة للحفظ يونيك، سبونتانيويس، رابد أنت كومبليت هنجي نفسر كل واحدة شو معنى ده يونيك يعني ما في غيره رياكشن بالميديوم تخيله في رياكشن تانية عم بتصير بالميديوم لأنه أنتو بتعرفوا أنه مش بس رياكشن واحدة ممكن تصير يمكن يكون عندك صايد رياكشن رياكشن أساسية ورياكشن فرعيين فأنتو إذا كان عندكم مثلاً رح قلكن ليه إذا كان عندك إنت هيدا الإيرلين ماير فلاسك فيه بقلبه الأيرون اللي هو أف إي تو بلاس عم تعمله تايتريشن مع الأنالايت عفواً عم تعمله تايتريشن مع التايترينت يلي هو بقلب البيوريت إذا كان في إنتو عندكم هيدا التايترينت اللي عم بتزدوه على الأنالايت عم يعمل رياكشن تانية أو حتى هيدا الشو بقولوله الأنالايت بحد زيته عم يعمل رياكشن تانية بقلب الميديوم فأنت هيدا إذا عم ياخد يتفاعل شوي منه برياكشن تانية غير الرياكشن يلي عم يتفاعل مع التايترينت حتبطل تعريف الفوليوم الحقيقية هايدي الفوليوم إكوفيلانس في جزء منا عم بيروح يتفاعل لنفطرد مع ريأكشن تاني وجزء منا عم بيروح مع الأفئي تو بلاس فالفي إكوفيلانس اللي أنا طلعتها بطل عم بيصير عندك الزيكوماتري بطل النمبر اوف مول طبع الأفئي تو بلاس هو 100% بساوي النمبر اوف مول للتايترينت لأنه الفي إكوفيلانس اللي أنا عم زيدها ما نص عم يتفاعل مع الآيرون ونصة عم يتفاعل مع فهيدا الشيء ما بيطلع معك الكونسنتراشن للأفئة وبلس الحقيقية أو المزبوطة فانت بدك يكون عندك يونيك ريأكشن ما في غيره بالبيكر لا الطايترنت عم يعمل ريأكشن تانية ولا الأنالايت عم يعمل ريأكشن تانية لأنه ما لازم أنا ضيع منه ولا شيء لازم كله يعمل ريأكشن مع بعضه فهوني عنا لكان كلمة يونيك معناته only reaction occurring in the beaker هنروح على الكاركترستيك التانية اللي هي spontaneous spontaneous يعني according to gamma rule معقول يجيب وحدة تكون منا according to gamma rule أكيد لا فspontaneous بدا تكون according to gamma rule يعني ما هي بالنهاية فبدا تكون according to gamma rule عندكن rapid يعني سريعة ما معقول أنا أجي أعمل انتر ليتغير اللون يطلع بده خمسة أيام أو ثلاثة أيام لأنه في reactions بيكونوا طوال خاصة اللي بقلبهم reflux يعني heating ويكتنطر يعملوا distillation ويعملوا evaporation فبياختوا كتير وقت ثلاث ساعات وست ساعات وسبع ساعات وبقوم في بقلبهم كتير steps multi step organic synthesis أو multi step reaction synthesis فبتكون هي منا سريعة التايتريشن لأ ما في هيدا الكيس التايتريشن سريعة أنا عندي تحليلات عندي control فأنا شو بدي أعمي بتكون سريعة إنه كيف يعني سريعة يتغير اللون بسرعة instantaneous change in color آخر واحدة complete complete بتاعني هيدا حشوي يوقف عندها لأنه سنتي جاي بتاخدوا شي بيكون اسمه reversible reaction فحنجي نحنحكي شي يعني complete وش يعني reversible reaction بس خلوني فضي السلايد عنا لكان نوعين من reaction عنا reactions بيكونوا complete وفي نوع من reaction اسمهم reversible حنشوف شو الفرق بيناتهم ونعرف شي يعني complete وليش التايتريشن لازم تكون complete حاجة أول شي أحكيكم عن الcomplete والreversible بس دي ألا جلس من الماوس فعنا لكان reversible وcomplete طيب complete reaction يعني سهم واحد شو يعني سهم واحد يعني reactant الاي عم يعطيني product بي و سي بينما الreversible عم بتصير two direction reaction reaction a reactant عفوا a عم يعطيني product بي و سي والأرو اللي هون عندي reversible لما يكون أرو واحد بيكون اسمها complete لما يكون two arrow بيكون اسمها reversible طيب كتير مني شو معناتها معناتها هون الreaction بتمشي بهيدا الاتجاه بس ما بتمشي بالاتجاه المعاكس يعني الاي بيعطيك b and c بس ال b و c إذا خلقتهم مع بعض ما بيعطوك ال a بينما بتكون هي two direction reaction يعني بتمشي بالاتجاه الاول والاتجاه التاني فبيكون عندك ال a عم يعطيك ال b و c وال b و c بس يرجع يتفعل ومع بعض بهم وبيرجع وبيعطوني a طيب كتير منيح اتفقنا كمبدأ طب هلا إذا جيت أنا على ليش لازم تكون complete لازم تكون complete لأنه ما معقول إنتا تجي تحط مع يعطوك product وتقول أنا وصلت ل تقوم فجأة هول اللي حصلت عليهم يرجع يقلبه ويعطوك جزء من بطلت رجعوا عطوني ايا لل أو رجعوا عطوني ايا لل وين بالموضوع فبيغلبتلك بال calculation لحانون خاصة أوكي تخذوها سنتجي بأول درس اسمه فأنتو عندكن هون الرياكشن بال لازم تكون complete طيب بال يا شباب وصبايا بالعادي إذا واحد بد يضمن هايدي بعدين بتاخدوها بالجامعة إذا واحد عنده ريفيرس بالرياكشن تمام وأنا بدي احصل عليه له هيدا البروداكت بي ما بدي هيدا البروداكت يرجع يعطيني الرياكت اي يعني أنا بدي هيدا البروداكت بي بس ما هو طب شو بعمل عشان أنا ارجع بس احصل على البي من دون ما ترجع الرياكشن بالتاني دايركشن بالعادي أول الشي إذا كانتوا عم تحصلوا عليه لهيدا البي بتحطوه بي ice ice cube بتحطوه بتلج فبيجمد البي وبس تحصلوا عليه ما بتخلوه بنفس البيكر ما هو المبدأ إنه إذا كان بنفس البيكر الاي إذا كان بنفس البيكر عن الرياكشن يعني إنت حصلت عليه للبي بس ما خليتوا بالرياكشن عشان ما يقلوب ويرجع يعطيك الاي فصلتوا يعني كل ما تعمل للبي هايدي معلومة لقلكم اه كل ما تعمل للبي تجي بتسحب البي وبتحطوه على جنب عشان أنا بدي إياه للبي ما بدي إياه يرجع يقلوب ويعطيني اي فإذا كان أنا عندي شو بعمل بالعادي بتحطوه بديستيليشن ستاب اخدينا انتو بصف السابع بس ما برف إذا حدا مذكره بتعملوا يعني بتعملوا وبترجعوا بتحطوا هون فشو بتعمل البي هون عندك انت فلاسك حاطت بقلبه الاي الاي عم تعملوا هيتينج الاي لما عم تعملوا هيتينج عم يتحول لبي بتضلك تعمل هيتينج لحد ما يتبخر البي بس يتبخر البي بيتبخر ما استفدت شي بدي اقفصله عن الري اكشن بديكون بس البي البي بيتبخر فانت شو بتعمل بتحصل على البي بينزل هيدا البي بعدين بس يمرق عالديستيليت هون بيرجع بتحول لليكويد يعني هون بتكون انت عم بتبرده بماء هوا هلي تفاصيل يعني فهون بيتحول بيرجع لليكويد يعني انت اول شي حتبخره ترجع بتحوله لليكويد عشان وعم تفصل للبي عن الرياكشن ميكسشل كله عشان البي ما يرجع يتحول لآي وعم بتجمده للبي فعم تحصل عليه لحال. وهيدي المعلومة كانت لقلكم بس عشان تفهموا مبدأ الريفيرسبل وشو بتضرني الريفيرسبل وش يعني ريفيرسبل. فهارجع عيدون لكان لأنه الريفيرسبل هي اللي بتضمن لي انه الميكشل يكون ستويكوماتري. إذا عملت الريفيرسبل راح كل شي عملتو راح كل الشغل اللي اللي انا. فهول الاربع characteristics لازم يكونوا موجودين بالtitration reaction. هحكيكم هلأ بس نوت صغيرة تعرف هايطلع على الفيديو شوي طويل. During titration the analyte is placed in either erlien maier or beaker depending on the titration technique applied. قلت لكم انا كذا مرة ومرأتها انه أنا الانالايت فيه يحط بـ Erlien maier flask وفيه يحط بـ beaker وكل مره لكم بعدين بخبركن ليش. هلا هنقول ليش طيب ليش انا ايرلم ماير فلاسك فيه استعميل وبيكر فيه استعميل وامتا بستعمل هاي وامتا بستعمل هاي اول شي ازا بتكون تحكوا عالاكوريسي تنياته النفس الشي يعني الايرلم ماير فلاسك مانه كتير اكوريت وانا هون ما بدي انه والله يكون الفوليوم مية بالمية دقيق عشان هيك بستعملوا جراجويتد سلندر وايرلم ماير فلاسك اوكي اوكي هو دقيق بس مانه دقيق بنسبة الفوليوماتريك فلاسك هو اكيد دقيق سواء الايرلم ماير كلهم دقيقين بس كل واحد يعني بت تختلف الدقاء اللي قلن. فانتو عندكم والبيكر اتنينتو لنفس الدقاء. يعني ما قلو علاقة بالدقاء. طب لكن عاي اساس بستعمل. عاساس انه الى عنق طويل. فان ازا انت عم تعمل يعني انت عم تخلطها بايدك. ما عم تستعمل عم تحمل انت و تلفها. و تحمق بايد. لسا انا فطرت بايد اليمين. وبايد الشمال عم تفتح تبعيد وعم تخلط بايد اليمين وتفتح لحد ما يقويه وتخلط بايدك. فهايد اسمه بهايد الحالة بتوقف ترجع بتسكر لما يتغير اللون. فمين بتستعمل? ما فيك تستعمل لانه عنقه كتير واسع. في كتير احتمال انه يطرتش. بس لا بتحط هون شوي وشو بتعميل? ما حيطرتش لانه اللي اله رفيع. لكن بستعمل ازا كان عندي وبستعمل البيكر ازا كان عندي شو? ازا كان عندي آآ اه اه. الى الكترك اجتيشن. اوكي? اللي هي بالكهربا يعني بالاجتيتر. او الميكسر. المقناتكسترر. اوكي? ستيرنج يعني اخلط مقناتكسترر اللي هو اللي بتستعمل له حتى ادخلطه استعمال بالمقناتك. اه بالمقنات. دوريينج مانيوال اجتيشن. ان ارلم ماير فلاسك. اجتيشن يعني مكسينج يعني ستيرنج اوكي? ان ارلم ماير فلاسك is used that has a small neck. which allow أو facilitate mixing without spilling. حنجا نشوف كيف. حامل الإيرلم ميري فلاسك بإيده. هوني عنا البيوريت إيده الثاني مش مبينه. ماسك البيوريت بالإيد الثاني. فعم يفتح الستوب كوك وينزل هون السوليوشن وعم يعمل ميكسينج للسوليوشن هون. أوكي. هايدي اسمه مانيو والأجيتيشن بستعمله إيرلم ميري فلاسك. هلا إمتا شو تستعمله تستعمله بيكر. هوني بتحط والبيكر وبتنزله. هفرجيكم إياها هي. شايفين المجنة بار. هيدا المجنة بار عم يعمل ميكسينج للسوليوشن حاطينه على المجنة ملاحظين إنه كيف ما عم بطرتش ولا شي عم يعمل هيكي متل ترنادو صغير بقلب الميكسشير وعم يعمل ميكسينج. تمام؟ فعندكن انتو ومجنة أو هوني بتستعمله إيرلم ميري فلاس كرميل بريفنت سبيلينج وهوني بتستعمله بيكر. تمام؟ ترجمة نانسي قنقر